الخطوة الرابعة في حل امتحان سنوية عامة او غولة او تانية سنوي ان انت تحل سؤال العلاقة بين الجمل وبين الابيات طب احله ازاي سؤال ده بيعتبر من الاسئلة المهمة جدا وبيجي على طول انت عندك في تفكيرك لازم تعرف ان عندك سبع اسئلة عتسألهم لنفسك عرفتهم من اول نظرة خير وبركة ما عرفتهمش تجيبهم واحدة واحدة اول حاجة هل ينفع كلمة عشان بين الجملتين لو بين الجملتين اللي طالب علاقة بينهم ينفع كل او حط كلمة عشان يبقى العلاقة تعليل على طول تعليل وسببية ناخد مثال بين العلاقة بين نجحة في حياتي اتصفة بالصدق عاوز العلاقة بين الجملة دي والجملة دي اول سؤال من السبع اسئلة اللي انا بيكونوا في دماغي احط كلمة عشان نجحة في حياتي عشان اتصفة بالصدق خلاص يبادت عليل وانا مغمط كده ودي اكتر علاقة بتيجي طيب اخد جملة تانية اتصفة بالصدق نجحة في حياتي يقول لك هتلعلاقة بينه عبدأ احط كلمة عشان اتصفة بالصدق عشان نجح في حياته يعني هو اتصف بالصدق عشان نجح في حياته لا طبعا طيب اخش بالسؤال التاني احط نتجة عن ذلك نتجة عن ذلك اتصف بالصدق فنتجة عن ذلك انه نجح في حياته يقول اه تمام يبقى ساعتها ده علاقة نتيجة يبقى عشان تعليل نتجة عن ذلك نتيجة طيب ناخده مثال ثالث اتقوا الله في الضعيفين المرأة والياتيم نحط كلمة عشان اتقوا الله في الضعيفين عشان المرأة والياتيم لا اتقوا الله في الضعيفين نتجة عن ذلك المرأة والياتيم لا طيب هل يوجد بقى السهر رقم 3 هل يوجد كل وأجزاؤه الضعيفين ده كل وأجزاؤه المرأة واليتيم ب None فيه كل وأجزاؤه يبقى إجمال وتفصيل أو تفصيل وإجمال هنا جاب الإجمال الأول الضعيفين يبقى العلاقة بين إجمال وتفصيل طيب مثالتين اتقوا الله في المرأة واليتيم في الضعيفين احط بينهم عشان اتقوا الله في المرأة والياتيم عشان في الضعيفين نتج عن ذلك في الضعيفين لا طب كله اجزاءه اه المرأة والياتيم جزء من الضعيفين يبقى ايه اللي يحصل بيبقى ده كله جزء يبقى اجمال وتفصيل بس التفصيل جاء الاول يبقى تالي علاقة تفصيل بعد اجمال يبقى عندي ثلاثة اسئلة اخدناها عشان نتج عن ذلك اجمال وتفصيل طيب ناخد واحدة تانية ساقول لك نصيحة لا تجذب طيب طب عشان ساقول لك نصيحة عشان لا تجذب لا ده النصيحة هي عشان لا تجذب هي ده النصيحة طب ساقول لك نصيحة نتج عن ذلك لا تجذب لا برضو ده نتج عن الاخذب النصيح لا تجذب طب اقول لك نصيحة لا تجذب ده كله جزء لا مفيش كله جزء طب أطبقى بقى السؤال رقم أربعة أي سؤال إيه أي سأقول لك نصيحة أي يعني النصيحة ديت لا تجذب يبقى ده تفسير على طول يبقى التفسير بعرفه بعلامة واحدة اللي هي أي طب هل يوجد تشبيه أو تمييز ده السؤال رقم خمسة ناخد مثال محمد كالأسد ما العلاقة بين محمد وكالأسد إيه العلاقة بينهم الأول ملاقي تشبيه أو تمييز على طول توضيح الفكرة العلاقة بينهم توضيح فجرنا الأرض عيونا إيه العلاقة بين فجرنا الأرض وعيونا هنا في تمييز بدان تمييز أو تشبيه وانا محمد على طول توضيح مش محتاجة بقى أسأل أسلم فيها دي طب هل يوجد تكرار أول ما شوف تكرار على طول يبقى تأكيد هل في ضداد يبقى مقابلة يبقى في حاجات ما بسألتش وفي حاجات إيه بسأل دول سبع أسئلة لازم أسألهم عوصل للعلاقة فورا ناخد تدريبات تانية من كان مرباه بالعصف حمله ذلك على الكذب عن طبق من كان مرباه بالعصف عشان حمله ذلك على الكذب عشان حمله ذلك على الكذب لا طبعا يبقى العلاقة مش تعليل طيب نضرب السؤال التاني من كان مرباه بالعصف نتج عن ذلك حمله ذلك على الكذب تانية لان جاب السؤال رقم اثنين طب بنية الإسلام على خمس شهادة الليل الله وخمس صلى الله عليه الزجاة العلاقة من بنية الإسلام على خمس وشهادة الليل الله ده كل جزء بدان كل الخمسة دول إجمال ودات تفصيل بتاعها يبقى إجمال وتفصيل على طول مش محتاج بقى أسأل عشان والكلام ده كله طب هل أتاك حديث الجنود مين هم الجنود فرعون وثمود ده إجمال وتفصيل بتاعه وما ينفعش عشان ولا نتج عنه ولا أي حاجة هي دي ما ينفعهاش غير إجمال وتفصيل طب أعطوا نبي الهدى والبر طاعتهم فما ونى نصرهم عنه وما نزعه أعطوا النبي الهدى والبر طاعتهم عشان ما ونى نصرهم عنه وما نزعه طعوا عشان هم بينصروا لا طب أعطوا النبي الهدى طاعتهم ترتب على ذلك نتج عن ذلك فما ونى نصرهم عنه وما نزعه يبدأ إعلاقة نتيجة من يتهيى بصعود الجبال يعيش أبدا الظهر بين الحفر أي نتيج أي شرط أي شرط أو جواب طلب وإنت مغمى النتيجة على طول أي شرط جواب شرط أو جواب طلب وإنت مغمى النتيجة لا تطبق ولا ما تطبقش طيب فقلت خلوا سبيلي لا أبى لكم فكل ما قدر الرحمنه مفعوله نشوف ينفع كلمة عشان خلوا سبيلي عشان كل ما قدر الرحمن مفعول سيبوني عشان ربنا اللي يقدره موجود يبقى دي علاقة تعليل فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها دي على طول جملة وعكسها يبقى مقابلة بدم جملة عكس جملة تبقى مقابلة طيب يقول صف قد الحبيبي يقولون صف قد الحبيبي ولحظه وجنايته والصغر قلت لهم قرقر قد ولا رمح ولحظ ولا ظبي وخد ولا ورد وصغر ولا در هنا إيه اللي حصل هنا بيقول عاوزين قد الحبيب وهنا بيوصف الحاجات دي فده قد ده إجمال والتفصيل بتاعه ناحية التالية ده إجمال وتفصيل كده احنا خلصنا يا إخوانا القاعدة اللي احنا هنشتغل بها بعد كده بقى نحاول نحل الأسئلة نفسها بقى الموجودة الانتحان ده في العلاقات جاه السؤال رقم 4 و 16 و 32 و 57 و 59 يعني جاه سؤال العلاقات خمس مرات في الانتحان 2021 سنوية عامة طيب ننشوف بقى واحد واحد كده رقم 4 رقم 4 بيقول ايه بين المقولة التي تفسر قصف الجماهير الحق بالحجارة بيقولك تفسر كلمة تفسر يعني او تعلل او تبين السبب ده تعليل على طول واجيب كلمة عشان على طول بحط عشان وهي اللي بتجيب للإجابة دي هو بيقول لي قذف الجماهير عشان ايه ليه الجماهير قذفه الحق عشان الحق مزعج للذين اعتادوا ترويج الباطل تمام إجابة مصبوطة يبهي دي المصبوط طب عشان الحق لا ينتصر إيه من ونزعة الباطل طب ايه علاقة ده ده يعني هو عشان لا ينتصر من ونزعة الباطل الجماهير تخذفه لا عشان الحق محيط لا عشان الحق الذي يضر الناس لا هي الوحيدة اللي بدأت حطيت عشان تطلع معاك على طول اللي هي رقم ألف طيب ده رقم أربعة السؤال بعد كده رقم ستاشر استنتج علاقة قد ملأتها خطوط غليظة زرقاء ذاهبة في كل اتجاه ومع ذلك فقد كانت نظراته إليه نظراتها كانت نظراتها إليه لا تخلو أبدا من سوء ظن في الفقر السابق أنا عاوز بقى أبين العلاقة بين ديت وديت إيه العلاقة دي بقى هو ده الكلام اللي احنا عاوزين نركزه إيه العلاقة بين الجملة دي والجملة دي أول حاجة أطبق القواعد دي أنا حفظتها قد ملأتها خطوط غليظة ذاهبة في كل اتجاه الراجل بيكلم الست وماسك ألم وعمل يشط بيعمل يشغبط 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 على الورق اللي قدام وهي الست وهي بتكلمه نظراتها لا تخلو أبدا من سوء ظن وبالست فهمة إنه بيجذب عليها وبرياحها بس في الكلام دي سؤال في الأسئلة الحرة يبقى يبقى أعمالي شغبط عشان كانت نظرات عشان كده نظراتها إليه لا تخلو أبدا من سوء ظن يبقى ده تعليل للكلام ما كلمة عشان تنفع بينه بقى تعليل على طول بدام تعليل يبقى فين في امتحان 2021 اللي احنا بنحل طيب يبقى احنا كده حلينا سؤال 4 وسؤال 16 عندنا سؤال 32 و 57 سؤال 32 بيسأل بردوك في العلاقات بيقول إيه استنتج العلاقة بين الفقرة التانية والفقرة التالتة الفقرة التانية والفقرة التالتة ته يعني لو بصينا للفقرتين هتلاقي العبارة الأولى الفقرة الأولى إجمال للموضوع الفقرة التانية تفصيل تفصيل لها فالعلاقة بينهم تفصيل بعد إجمال اللي هي أول واحدة طيب بعد كده السؤال رقم سبعة وخمسين بيقولك حدد الكلمة الأنسب للربط بين الفقرتين السابقتين عندي فقرة والتانية وعاوز أنسب للربط الفقرة التانية نتيجة للفقرة الأولى بدام نتيجة للفقرة الأولى عم مش هختار كلمة حيث ما لأن دي أصلا مش نتيجة لأن ينفع فيها عشان بدام عشان ما ينفع حيث وطالما ما لها جدا بالنتيجة لكن بذلك زي عشان بالزبط بذلك زي لذلك زي عشان بالزبط طيب ربما دي بتفيد الشك ما تنفعش فالاختيار هو رقم جي السؤال رقم 59 سنوية عامة لقد اقترب نوعد الامتحان وانت اطموحك كبير نقط احرص على بذل الجهد اطبق كلمة عشان بدام فيه علاقة طبع على القاعد على طول انت اطموحك كبير عشان كده احرص على بذل الجهد تنفع يبقى دي علاقة تعليل السبابية طب الكلمة اللي فيها السبابية تحت رغم ذلك رغم ذلك دي السبابية دي دي بالعكس يقولك انا ذكرت رغم ذلك سقط يبقى رغم ذلك ما دينفع شان دي بتتكلم على العكس لكن برضو بتتكلم على العكس ده انا بصلح الفهم الخاطئ مع ذلك برضو بتتكلم على العكس التلاتة دول مينفعوش انا عاوز تعليل صعب الاسئلة في امتحان سنوي عام